دايماً بنقول لكل صاحب وجع أو مشكلة دايماً بقول لكل الست بقابلها وبتحكي لي مشكلتها والله أول جملة بتطلع من بقية بقولها أنت مش لوحدك إحنا كلنا عدينا بنفس الوجع ده إحنا مرينا بنفسي أنا مريت أنا لو بتكلم عن نفسي أنا مريت بنفس اللي أنت حسى بيه وحصل كذا وكذا وكذا فبيبقى لقصادك أول ما بيحس إن أنت اتوجعت زيه حسيت بنفس الألم مريت بنفس المرحلة بيتطمن قلبه بيهدى قلبه بيتطمن وبيهدى لأن بتحس ساعتها الست دي أو البنت دي أن أنا بطبطب عليها بس حقيقي مش كلامه خلاص النهار دا هنتكلم معكم عن موضوع بيهم ستات كتيرة جداً فئة كبيرة جداً في حياتنا عايشة في معاناة يومية ما بتنتهيش عندها أعباء كتيرة جداً نفسية ومادية واجتماعية وممكن ما يكونش لها أي زنب في أي حاجة غير إن هي تجاوزت زي أي ست لكن جاوزتها للأسف ما تحتش واتطلقت ومن هنا بتبدأ حياة جديدة بس الحياة الجديدة دي مش سهلة خالص خاصة ونحط خط أحمر وخط أحمر خاصة ما بعد الطلاق لو الست عندها أولاد ستة دي بتدخل في دوامة دوامة من الأسئلة قبل دوامة الحياة يا طرى يا طرى يا هلطر هعرف أواجه الحياة الوحدي ترجمة نانسي قنقر